بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شهدت هيئة مستشفى مأرب العام حفل توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء عبر القارات التركية لتجهيز وتشقيل مركز الأطراف الصناعية وتدريب وتأهيل الكادر الفني وفي حفل التوقيع أكد الدكتور محمد قباطي رئيس هيئة مستشفى مأرب بأن هذا المركز سوف يعمل في المستقبل القريب على تخفيف معاناة الجرحى خاصة من فقدوا أطرافهم ويقدم المركز خدماته لكل أبناء اليمن وهو يمثل النواة الأولى لعمل منظمة أطباء عبر القارات في مأرب وعلى مستوى اليمن سيصبح هذا المركز مركز إشعاع تدرب فيه كوادر ستصبح قادرة على عمل أطراف صناعية علها تساهم في حل وتدليل قليل من الصعاب أمام المعاقين الذين قدموا أرواحهم رخيصة لهذا الوطن من جانبه أوضح الدكتور محمد زاهر رئيس منظمة أطباء عبر القارات التركية بأن مشروع إنشاء مركز الأطراف الصناعية يشمل تجهيزات طبية حديثة وقاعات تدريب وورش تصنيع خلال فترة عشرة أشهر بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وأشار إلى أن المنظمة سوف تعمل على دعم جملة من الأنشطة الصحية في إطار التعاون والتنسيق مع هيئة مستشفى مأرب هدف الأسماع من المشروع إضافة لخدمة الجرحة وهو تأهيل الكوادر المحلية اليمنية بحيث تكون قادرة إن شاء الله تعالى بعد نهاية المشروع أن تستمر بالعمل بدون وجود أي وصاية أو رعاية من منظمتنا أو من أي طرف خارجي آخر يعني توطين الخدمة عن طريق كوادر محلية مؤهلة بإذن الله تعالى الجهود المبذولة في دعم القطاع الصحي وغيره من الخدمات العامة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقابله جهد كبير من التحالف العربي في دعم عودة الشرعية وتحرير ما تبقى من المناطق اليمنية من أيدي الإنقلابيين عبدالله أبو سعد قناة سهيل مأرب اشتركوا في القناة